بعيدا عن مخلفة الثلوج من انقطاع للطرقات وكذا التقلبات الجوية يبحث البعض عن المتعة ويجدون ظالتهم هنا بحديقة بنشكاو أول مرة الخطوة الليلة هنا عندكم في الحديقة هذه مين الحجر هي؟ مين؟ مين من عندك لا؟ الله يبارك إبارك في حياتك ويامك لا لا جوب رائع رائع الله كده شعلك أول مرة بصح ما شاء الله إن شاء الله يعني عمو الخير ولداتي عمو مباركة لنا إن شاء الله اليوم جينا للحديقة عجبنا الحال نعبوه بالثلج وكامل أول مرة نجي لهنا يا عجبني الحال إن شاء الله نعود نولو مراحة أخرى أي لعبنا لعبنا بالثلج سمعنا رجل الثلج وكامل هنا الحديقة مع أمور الثلوج وبهي نستضرب روحة بالثلوج ويلعبوا هكا مع بعض بالثلج هنا الحال باهي وحالنا نلعب والان منطقة سياحية بامتيازة وقطب هام يستقبل الكثير من الزائرين يحتاج فقط لبعض التأهيل والاهتمام صراحة هي منطقة جبالية وشني تحتاج شوية يخص فيها تهيئة يخص فيها الناظر من السلطات اللي جعلها يعني متنزح لوليات المدية كما كتشوفوا منتزة سياحي العائلة يتنفسوا فيه كما نقولوا ما وش حاجة تعلي مزاد مخصوصة شو طبيعة انتيك مزاد مخصوصة ومارتع تهيئة هي فرصة للترويح عن النفس خاصة للأطفال لكن الحظة والحذر يبقيان أهم الأولويات في ظل هذه التقلبات الجوية ترجمة نانسي قنقر